مجلس الوزراء يقر حافزاً إضافياً 65 جنيهاً لكل إردب قمح على أسعار توريد القمح المحلي ويفوض تمويل لوضع آلية تسعير الخبز الحرغة تنفيذاً لتوجهات رئيس السيسي وزارة الهجرة تتلقى أوراق طلاب العائدين من أوكرانيا راغبين في الدراسة بمصر والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الحادي والعشرين والنيتو يقول إن تدعيات العملية على أمن الحلف ستكون طويلة الأجل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم وفق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر يأتي ذلك تنفيذاً لتكلفة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره وذلك في إطار حرص الدولة على تصدي لزيادات غير المبررة في أسعاره ومن جهة أخرى وتنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي من خلال حافز إضافي وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقلة بقيمة 65 جنيهاً ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعي تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً وأكد تقرير أن المنحن الوبائي لحالات كورونا المؤكدة يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض كما أوضح التقرير الاستمرار في خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وذلك بناء على الانخفاض في معدلات الإصابة بهذا الفيروس وحول موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا أشار التقرير إلى أنه تم توفير أكثر من 142 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة وتم استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة ترجمة نانسي قنقر صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وذلك لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس وذلك وفقا للشروط المحددة يشار إلى أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبلة على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لسفوف القوات المسلحة وكذلك قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود وذلك اعتبارا من السبت الموافق الثاني من إبريل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة والتي أشار فيها إلى الشروط والفئة المطلوبة للتطوع وكذلك المستندات المطلوبة عند التقدم هذا وسيتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة بمناطق وأقسام التجنيد والتعبئة اعتبارا من الثاني من إبريل وحتى الثامن من شهر مايو وبالنسبة للأدلاء قصاص الأثر فيتم صرف ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقره في مدينة أسوان خلف الاستاذ الرياضية في الفترة ذاتها تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة والذي ياتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيرين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران وناقش عددا من الطيرين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعدلة كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات ونقل الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية ومشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تامونية بمضبطات أكثر من 5260 طن مواد غدائية وبناء وكذلك 11615 عب وتزيت وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غدائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغدائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 1033 طن كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء شهدت معارض مبادرة كلنا واحد إقبالا كبيرا من المواطنين في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تأتي أهمية هذه المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشاركة 993 فرع لكبرى السلسل التجارية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية لمرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بخاصة الاستراتيجية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك المبادرة رقم 22 هذه المبادرة جاءت جميع السلع الاستراتيجية والأساسية بالنسب خاص متصل إلى 40% وبعض الأصناف 60% على السلع الأساسية تأتي أهمية هذه المرحلة من المبادرة في ظلم تغيرات دولية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهو هدف المبادرة التي تستمر فعليتها على مدار شهر وتشهد منذ اللحظة الأولى لانطلاقها إقبالا كبيرا من المواطنين المبادرة هنا لأن أصحى كويس جداً ومبادرة شغالها على طول أصحى كويس جداً جداً أنا شيئاً المبادرة حاجة كويسة ورئيس ما ينزلها في كل الأماكن اللي فيها السلع عشان خدمة الناس وأنه متاح لكل واحد أنه يتواصل ويلاقي لقمة لي أو أكل لأهله ويسيب تخفضات كشيرة على كل المنتجات والأدوات حتى المنتجات اللبن واللحوم كل حاجة متوفرة تشير اللافتات هنا إلى نسب التخفضات الكبيرة على السلع الأساسية ما يمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم من كافة السلع التي تتسم بالوفرة والجودة كما حرصت وزارة الداخلية على توضيح أسماء وأماكن السلاسل المشاركة على موقع الوزارة على الإنترنت ليسل على المواطنين الوصول إليها كل حاجة متوفرة بالنسبة لمحدود الداخل حتى مثلا أبده بيبقى كويس يعني على أدو بيعرفت يشتري الحاجة اللي هي يعني توافق أسرته بصراحة الأسعار حلوة الأسعار كلها جميلة ويليت المبادرة جيدة فضل على طول والأسعار هنا كلها على قد الإيد يعني وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى التكامل مع جهود الدولة الساعية نحو توفير احتياجات المواطنين بتخفضات كبيرة مع الاستمرار في الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار أو حجب السلع عن التداول بالأسواق أقبال كبير من المواطنين على السلاسل التجارية المختلفة للاستفادة من التخفضات التي أتحتها مبادرة كلنا واحدة والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك وتهدف إلى توفير السلع الأساسية وكافة متطلبات البيت المصري بأسعار مخفضة عبدالبركات التلفزيون المصري تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال سوق العبور لتجارة الجملة لتأكد من توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المزيد في التقرير التالي في إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها بأسعار مخفضة التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتجار الجملة بسوق العبور حريص أن أنا ألتقي بسلع التجار أو كبار التجار في السلع الغذائية في سوق العبور وأطمئن منهم على أن طبعاً الاحتياطي الموجود في الفترة اللي جاية بالنسبة لجميع السلع بالنسبة للأسعار وأكدنا مع بعض على أنهم الحقيقة لقيت منهم مروح طيبة جداً وناس وطنيين وبيشعروا بالمواطن وقالوا أننا ما فيش أي زيارات في الأسعار هتتم الفترة اللي جاية بل بالعكس تعهدوا أن الفترة اللي جاية هيبوا فيه نزول الأسعار إن شاء الله فترة دي الأسعار لازم تبقى نازلة فيها التجار فيه تعاون منها من جميع تجار سوق العبور يعني التجار اللي كانوا موجودين كلهم أكبر تجار في السوق وكلهم قالوا إحنا موافقين مع الحملة دي وإحنا هنساعد بكل الإمكانات اللي تطلبها الدولة مننا لقاء حمل الكثير من روح التعاون والوطنية والمتمثل بثبات الأسعار رغم كل التحديات ووعود جدية بمزيد من الانخفاض بنسبة تصل إلى 30% أسعار بتتراوح مثلا على سبيل المثال بطاطس من 3 إلى 4 طماطم من 3 إلى 4 في المنتجات الأساسية بصل من جنيه وربع لـ 175 إرش بالنسبة لهذا الوقت من السنة يعني أسعار كلها في المتنع ونقدر نخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بره إزاي فهي سنة تبقى متوفرة كلها انتهى اللقاء بجولة تفقدية للمحافظ برفقة كبار وصغار التجار بعدد من الشوادر العامرة بخير بلادنا وذلك لمتابعة المعروض وأسعاره ووعد بالبدء بإعداد منافذ ثابتة ومتحركة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا على أن يتم توفير الخضر والفاكهة بها من تجار السوق مباشرة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالسوق وترحيها للمواطنين مباشرة دون وصيد التقى وزير الخارجية سامح شكري كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزرية لتغير المناخ تيو تشي هين في ثاني محطات جولته الأسيوية وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجانب تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية وتقييم تأثيراتها فضلا عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب توصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لليوم الثالث على توالي استقبال طلاب المصريين العائدين من أوكرانيا من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر عبر الروابط المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أهمية للتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء مع إحضار كافة الأوراق التبوتية وعجواز صفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير من عام 2022 وكذلك إدبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية مشددة على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا والآن مشاهدين ننتقل بحضراتكم إلى كلمة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي عبر الفيديو كونفرنس أمام الكونجرس الأمريكي الأدوات حرب الماضية حرضت لخلق المؤسسات التي يجب أن تحمينا من الحروب ولكن هم ليسوء الحظ أو هذه لا تنجح أنتم ترون ذلك ونحن نرى ذلك أيضا فنحن بحاجة لمؤسسات جديدة وتحالفات جديدة ونحن نعرضها عليكم ونقترح خلق الاتحاد أو رابط من الدول المسؤولة المتحدة من أجل السلام التي لديها الوعي والقدرة لوقف نزاعات مباشرة وتوفر كافة المساعدات الضرورية خلال 24 ساعة وإن كان ضروريا حتى الأسلحة أو العقوبات والمساعدات الإنسانية والدعم السياسي والمالي كل شيء من أجل تحقيق السلام وبسرعة وإنقاذ العالم وإنقاذ الأرواح ألا وتعالى ذلك مثل هذه الروابط ستوفر مساعدات من الكوارث الإنسانية والطبيعية وكل من يقع ضحية للألزمات الإنسانية والجواح يجب أن نتذكر مدى السعوبة أفادت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكراني أن 500 شخص على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا وذلك منذ بدء الأزمة الأوكرانية وكانت السلطات في خاركيف قد أعلنت أن أكثر من 600 مبنى في المدينة دمرت مشيرة إلى أن مغادرة المدينة ممكن عبر القطار أو بالسيارات وتعد خاركيف تاني كبريات مدن أوكرانيا وقريبة من الحدود مع روسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي إن بلاده بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة العملية الروسية وأوضح الرئيس الأوكراني في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي أن روسيا أطلقت نحو ألف صاروخ خلال العملية العسكرية وأجدد الرئيس الأوكراني اقتراحه بفرض واشنطن عقوبات على كافة السياسة في روسيا قال الكريملين إن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن أن يكون حلا وسطا محتملا في المحادثات مع كيف وأوضح المتحدث باسم الكريملين دماتري بيسكوف أن الحل البديل الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي يمكن اعتباره حلا وسطا من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كيف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة بضمانات أمنية مطلقة لمنع أي عملية عسكرية مرة أخرى في روسيا أعلنت الخارجية الروسية أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والتي تدخل يومها 21 ستحقق أهدافها وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها أنه سيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بين كيف وموسكو 21 يوم مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما زالت موسكو تتمسك بتحقيق أهدافها بينما تحاول كيف الصمود بالتزامن مع محاولة النفس الأخير مع الغرب لنجدتها ومع استمرار العملية العسكرية وفشل العقوبات الغربية في ردع التواغل الروسية أدرك الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي أنه لا طريق للنجاة سوى محادثات السلام التي وصفها بالأكثر وقعية بعد أن ترق أبواب الغرب لنيل مظلة الحماية الأوروبية دون رد وفي تلميح إلى تراجع فرضته تطورات الأوضاع على الأرض أعرب زلينسكي في وقت سابق عن استعداد بلاده لقابول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى حد تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسية أما روسيا التي تؤكد مراراً وتكراراً أن عمليتها العسكرية هدفها نزع سلاح أوكرانيا فتنضي في محادثات السلام بالتزامن مع تقدمها على الأرض رافضة التنبؤ بالنتائج ومعتبرة في الوقت ذاته أن مجرد استمرار المحادثات نقطة إيجابية موقف روسي صلب دفع حلف شمال الأطلسي لدراسة خطط لتبني طرق جديدة لردع روسيا عن أي عمل عسكري في المستقبل بما يشمل زيادة القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا ومع تأثر الجميع بتداعيات تلك الأوضاع أصبح العالم على موعد مع واقع جديد وملامح متغيرة لخريطة القوى العالمية وإن لم تستقر على شكل جديد حتى الآن آرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف عن استعداد موسكو للبحث عن أي حلول في محادثتها مع كييف لضمان أمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا عموماً مع عدى تمدد حلف النيتو وأكد لفروف في تصريح تلفزيوني أن المحادثات مع كييف ستمضي قدماً ولكن ببطء وهناك بعض الأمال في التوصل إلى حل وسط موضحاً أن هذا التقييم جاء من قبل المفاوضين الروس وبعض أعضاء الوفد الأوكرانية وأوضح لفروف أن موسكو وكييف تبحثين بشكل جاد في محادثاتهما مسألة الوضع الحيادي لدولة الأوكرانية موضحاً أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطلب موسكو تقديم ضمانات أمنية إليها أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو يانس ستولتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا ستكون لها تداعيات طويلة الأجل على أمن الحلفة وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي المشترك مع وزير الدفاع الأمريكي ليد أوستن قبل قمة النيتو قال إنه لن يتم فقط بحث تداعيات الفورية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإنما أيضاً التداعيات طويلة الأجل وكيفية تعزيز دفاع الحلف المشترك بشكل أكبر وإزالة أي سوء فهم لدى موسكو بشأن مدى التزام التحالف بحماية والدفاع عن كافة الحلفاء وأضاف ستولتنبرغ أن النيتو رد على العملية العسكرية الروسية بشكل متحد وسريع حيث فرض أعضاء النيتو عقوبات شديدة على روسيا كما تم توفير الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا ووضع مئات الألاف من القوات على أهبة الاستعداد ونشر مئات الألاف من القوات الأمريكية في أوروبا من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي ليد أوستن إن الحلف سيواصل دعم قدرات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأضاف أوستن أن الدول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية التي وصفها بالغير مبررة قالت اللجنة الدولية لصليب الأحمر إن رئيس اللجنة بيتر ماير وصل إلى كييف في زيارة مقررة لأوكرانيا مدتها خمسة أيام لتأكيد على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأوضح مورير في بيال الله أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا اتصالات مباشرة مع أطراف الصراع وفهم معنى الحياد في العمل الإنساني بعد المعاناة الهائلة التي تعرض لها المدنيون مشيرا إلى أنه تم إجراء محادثات مكثفة جرت عبر الفيديو كونفرنس مع الحكومتين الروسية والأوكرانية قالت المفاوضات السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تخطط لمساعدة أربعة ملايين لاجئ مع احتمال زيادة أعداد اللاجئين يأتي ذلك بعد فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية حيث فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ومع تسارع العملية العسكرية قالت المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها تخطط لمساعدة أربعة ملايين لاجئ لأنه من المحتمل زيادة أعداد اللاجئين وقبل العملية العسكرية كان يعيش في أوكرانيا أكثر من سبعة وثلاثين مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل بالتالي شبه جزيرة القرم ولا مناطق دونباس الشرق أوكرانيا وبعد سلسلة من الإخفاقات جراء عدم التوصل لاتفاق هدنة بين الروس والأوكرانيين تسارعت عمليات الإجلاء في مدينة ماريوبول فيما يعاني سكان المدينة من نقص في المواد الغذائية والمياه السلطات الأوكرانية قالت إن أكثر من عشرين ألف شخص تمكنوا خلال السلساء من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية عبر ممر إنساني متفق عليه مع القوات الروسية ويربط الممر الإنساني الذي تسلكه هذه القوافل ماريوبول وزابورجيا في شمال غرب البلاد عبر بيرتيانسيك ويمتد إلى نحو مائتين وسبعين كيلو متر وتقع مدينة ماريوبول على بعد حوالي خمسة وخمسين كيلو متر من الحدود الروسية وخمسة وثمانين كيلو متر من دونيتسيك وهي أكبر مدينة لا تزال بيد كييف في حوض دونباس الذي يضم منطقتين دونيتسيك والوهانسيك حيث سيشكل سقوط المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقع على بحر أزوف منعطفا كبيرا في الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسيك ترجمة نانسيك ترجمة نانسيك قالت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس إنه لابد من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي ثمن وعبرت تراس عن تشكوكها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية حتى تؤخذ محادثات السلام على محمل الجد أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية بأن الأموال مطلوبة بشكل عاجل وسيكون تقديم عشرة مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ مليار واربعمائة مليون دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021 بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة إلى الإمارات في إطار جولة له بالمنطقة تشمل السعودية وكانت جونسون قد أعلن في وقت سابق أنه سيعمل مع السعودية والإمارات لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على الأمد الطويل أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن شركة فايزر وشركتها الألمانية بايونتاك تسعيان للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة معززة تانية للقاحهم المضاد لفايروس كورونا للبلغين هذا وتحتاج شركتان إلى موافقة إدارة الأغدية والعققير الأمريكية على منح الجرعة التنشطية للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما أدانا للجيش الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي داعيا بونجونج إلى التوقف عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار كانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن جارتها الشمالية أطلقت قذيفة غير معروفة في عملية بدأ أنها فشلت على الفور بعد الإطلاق اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان والتابع للبرلمان العربي عزمه مواصلة جهوده في التصدي للتداخلات الأجنبية التي تحاول استغلال ملف حقوق الإنسان بالدول العربية وشدد المرصد العربي على أنه سيقوم بإعداد تقييم شامل ومتكامل لواقع حقوق الإنسان في الدول العربية وأكدا أنه سيتعامل بكل مهنية ومصدقية لمساندة الدول العربية في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف أجنبية وهيئات دولية بدعوى ملف حقوق الإنسان جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى لجمع أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لتجنب مجاعة في اليمن وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتين جريفث أن وكالات الإغاثة اضطرت بالفعل لخفض أو وقف مساعدات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية أخرى في اليمن الذي شهد اقتصاده وخدماته الأساسية انهيارا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات وذكرت وكالة تابعة للمنظمة الدولية أن أكثر من سبعة عشر مليونا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية وأن الرقم قد يزيد إلى تسعة عشر مليونا في النصف الثاني من هذا العالم أكد الرئيس العراقي برهم صالح وسفير البلجيكي فيليب باندنبولك أهمية تخفيث توترات في المنطقة ولجوء إلى الحوار في حسم المسائل العالقة جاء ذلك خلال لقائهما في قصر السلام ببغداد وبحث الجانبان علاقات الصداقة وتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات فضلا عن أهمية استمرار تعاون المشترك بين العراق وبلجيكا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وكذلك تعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وتعزيزه أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاقتماعية التي تمر بها جاء ذلك خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمين محمد وشارعون إلى جهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رجدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية نظم مجلس الدولة بتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا المزيد في سياق التقرير التالي تحت عنوان أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرا دوليا بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب في الشأن القضائي لقد نشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري بسواعد قانونية عربية هادفا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية وتيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية وتوحيد اجتهاداتها تدعيما للعمل العربي المشترط نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال المؤتمر جاي بناقش مسألة عنينا منها كلنا في الفترة الماضية خاصة به أثر أزمة كوفيد-19 على الأنظمة القضائية هنتكلم إزاي كان أثر هذه الأزمة إزاي الأحكام المحاكم معالجة تدعيات الأزمة إزاي تناولت قرارات اللي اتخذتها بعض الحكومات لمعالجة هذه الأزمة هنتناول هذه الموضوعات كلها من واقع الأحكام اللي صدرت من المحاكم المختلفة المؤتمر يتيح للطلاع على التجارب الأخرى في الدول الأخرى نريد أن نناقش تجارب الدول عضاف الاتحاد وكذلك في العالم في مواجهة هذا الوباء ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل الحد من انتشار هذا الوباء وأثر ذلك على مناح الحياة العامة وكذلك على القضاء بصفة خاصة جدول أعمال المؤتمر تضمن عدداً من الجلسات والمحاور من بينها الضبط الإداري تعريفه ووسائله وجلسة خاصة بنطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وباء كوفيد-19 بالإضافة لتطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية الإدارة تتخذ تدابير كما تعلمون لنبدأ من أبسط الأمور هو وضع الكمامة تعلمون ببعض الدول دول الغربية مثلا خرجت مظاهرات ترفض وضع الكمامة والبعض طعن هناك أشخاص أو جمعيات طعنت أنه أمام القضاء الإداري وهذا الأمر أنه وضع الكمامة يقيد الحرية أنا ليه بدك تلزمني وضع الكمامة وما فيه أظهر أو أكفى المحلات بساعات معينة وإلى آخرية هنا تصدى القضاء الإداري لهذا العمل على عدة أصعدة ستشاري حكومة السودان بورقة علمية عن الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ودورها في مكافحة الفساد كوحدة من المسائل المهمة جدا إذا تكون تحتوى محاور هذا المؤتمر وتعكس مدى تطبيقات القضائية المتباينة على السعيد العربي فيما يتعلق بدور الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة كوحدة من المسائل الشائكة وتتباين فيها وجهات النظر تباين مطلق الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ بسواعد قانونية عربية هادفة إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين الاتحاد ومحاكم القضاء الإداري حيث تأتي أهمية عمل الاتحاد من أهمية القضاء الإداري ذاته في حماية المشروعية بمساعدة الجهات الإدارية على أداء مهامها من جهة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى أحمد الحسيني التلفزيون المصري أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة صحة العالمية المنصة الإلكترونية الأولى للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيسة البعثة نمي نعيمة القصير إن علاج الإدمان ضرورة ملحة مؤكدة أنه يمكن لهذه المنصة أن تنتقل خارج مصر موضحة أنه مع كل أربعة أشخاص هناك شخص يعاني من مشكلة النفسية ويحتاج إلى دعم نفسي في هذا الإطلاق أنا شايفاه إطلاق المنصة الأولى من نوعها المنصة الحكومية الأولى من نوعها مش بس في مصر هي كمان في منطقة الشرق الأوسط فهذا الحقيقة حاجة تدعو للفخر والسعادة وإحنا وإحنا بنجهزها ما كناش نعرف المعلومات دي الحقيقة إحنا فجئنا إن إحنا أول ناس ودي حاجة جميلة وتسعدنا وتشرفنا كلنا شرفنا كمنظمة الصحة العالمية بإطلاق هذه المنصة بالتعاون مع عدة جهات تعاون ما بين مؤسسة رسمية حكومية ووزارة الصحة والسكان منظمة الصحة والسكان جمعيات مثل جمعية الأطباء النفسيين إطلاق المنصة أتت في وقتها أتت في وقت بعدنا أحنا نعتقد أن الجائحة انتهت وخلاص عشنا حياتنا ونعيش حياتنا الحمد لله ولكن يجب أن نكون متنبهين أن هناك في نفس الوقت مخاطر أخرى الحياة كل يوم عندنا حاجة جديدة في وزارة الصحة في الأمانة عندنا كل يوم إنجاز جديد عندنا كل يوم تحقيق الهدف من الأهداف المنجوة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن إيجاد آلية للتعاون الأقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المنافسة وخاصة في زمن الأزمات له مردود إيجابي وقيمة حقيقية على اقتصاديات الدول العربية جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه سفير أحمد راشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وذلك في المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة هذا وأكد أبو الغيت أن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكافة أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف الجامعة العربية مشيرا إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية كما فتح المجالة لقطع قطوات إيجابية نحو الدفع بالمساري الاندماجية الارتقاء بالتكامل الاقتصاد العربي بكافة أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف هذه المنظمة العتيدة ومن هنا كان إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من سنة 1998 حيث بدأ تنفيذها تدريجيا منذ ذلك الحين إلى أن أضحط هذه المنطقة قائمة فعليا اعتبارا من فاتح نار 2005 تحديات اقتصادية صعبة تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من أثار وتدعيات سلبية لأزمة فيروس كورونا التي لم يتعافى منها الاقتصاد العالمي لتلحق به أزمة جديدة ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي لم يعد يخفي على أحد تدعيتها وأثارها السلبية على اقتصاديات العالم أجمع في الوقت الحال وهو ما يستدعي تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة والتكاتف لتخفيف العبء وتحقيق المنفع المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أقصر قوة وصرامة وتحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول منطقتنا العربية النهاردة الممارسات اللي احتكرها ما بقتش من ممارسات بتحدث في بلدة واحدة ولكن بقت ممارسات عابرة للحدود فبالتالي التوافق الرأي والفكر والأراء هنا مهم جداً له التكامل الاقتصادي شبكة المنافسة اللي اطلقت اليوم هي جزء أساساً من الإنجازات أو التي تضاف لمنطقة تجارة الحرة العربية الكبرى فهي لا تعمل وحدها في الفراغ ولكن في إطار منطقة تجارة الحرة كان اهتمام بكافة الملفات سواء من الملفات الخاصة بقواعد المنشأ الملفات الخاصة بحماية المستهلك بحيث سلامة الغزاء ومن ضمنها الموضوع من نفس المنافسة الاحتكارات عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اجتماعاً موسعاً مع ممثل عشرين جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة في قرى المبادرة الرئاسية حيا كريمة يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تنفيذه وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية هذا وأوضحت نيفين القباج أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة جاءت بناءاً على معايير محددة فقد تم الانحيازه في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو دوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها وطبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون تقيد بنظام التشعيب أدبي أو علمي في التانوية العامة وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشدداً على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هي في السنوات الماضية دون أي تغيير موضحاً أن آلية التحاق طلاب التانوية العامة بالجامعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية طبقاً للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمي أو أدبي إلى جانب قواعد المجموع وتوزيع الجغرافية أشهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم بالدور المهم الذي قام به خبير الأنفاق المصري ورئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع الدكتور هاني عازر من جهد كبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية وذلك لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومي السبع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري وقالت وزيرة الهجرة أن الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه حيث قام بالتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية والخبراء بالخارج والترشيح للمشاركة في المؤتمر التقت وزيرة تعاون الدولي رانيا المشروط وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عطمان ماي وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وأكدت رانيا المشروط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمية وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا ومن جانبها أكد وزير الاقتصاد الكاميروني أهمية تعزيز أفاق التبادل التجاري بين مصر والكاميرون وتحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والإفريقية شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شيل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لدمج برنامج شيل انيكسو بلورر التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية وأشهد وزير البترول بالتعاون بين شيل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب التي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشائها في أغسطس 2017 واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة أنهت البرصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بمشتريات محلية مكتفة بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة الصعود في عام 2022 هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 16 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10705 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة كما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة وللمتابعة والتحليل تنضم الينا عبر الهاتف خبيرة اسواق المال استاذ عسمت يسين استاذ عسمت اولا كيف ترين اداء البورس اليوم نساء الخير يا فنساء الخير على جميع السادة المشاهدين الحقيقة ان جلسة النهاردة يعني فقارتنا بالجلسات المليارية القديمة اللي بقالنا فترة كبيرة قوي ممكن من اول 22 ما شوفناش جلسة زيتي النهاردة قيمة تدول تخطط ال 2 مليار انقافيا بالضبط على 2 مليار 386 جنين النهاردة كان ملاحظ قوي ان كان فيه لعب رئيسي بدأ يدخل السوق كان فيه تشينجين جهند زي ما بنقول كان فيه بعض الحرقة الناشطة ما بين المؤسسات وسنزيق الاستثمار اللي ادت دافع قوية للسوق وادت بعض القوة لمختلف القطاعات لو بصينا على كل قطاعات السوق نهاردة هنلاقيها كلها اغلاقت في اللون الاخضر مع قطاع واحد فقط قطاع الخدمات المالية الخدمات التعليمية عفوا انما جميع القطاعات كانت كلها في المنطقة الخضراء شاهد ناقاش رائية ناشطة على الاسهم الفيادية وهذه منشوفه طبعا الحقيقة ان احنا النشاط ده احنا شايفينه من التلت الاخير من جلسة امس يعني التلت الاخير من جلسة امس كان بدأ يدينا الاشارات الايجابية دي استكملناها في جلسة النهاردة بدأنا نشوف حرقة ناشطة نتمنى انها تستمر زي ما حالتك عارفة ان احنا عندنا بعض الاخبار الجيو السياسية اللي كانت مأثرة على شهاية المتعاملين خلال فترة الماضية ودي مش اخبار خاصة بمصر كانت اخبار عالمية ارتفاع سعر النفط ارتفاع سعر الدهب التغيير في سعر الدولار اللي هو الاحتياطي العلامي للجميع فكان كل دوت بيعمل عزوف للمستثمرين ان هما يحطوا سيولة جديدة كان في حال التخوف النهاردة واضح ان السوق دايما احنا بنقول ان السوق بيستبقى الاحداث فواضح تدى ان فيه خبر ايجابي للسوق المصري هنشوفه ان شاء الله قريب لان النهاردة استبقنا ده وبدأ ان نشوف جلسة قوية خلينا نشوف جلسة بقرة ان شاء الله هتقفل على ايه عشان نتأكد من هذه المناطق لكن عموما غلاق المؤشر الرئيسي فوق منطقة 10705 خلينا نتأكد ان احنا كده عملنا قاع رئيسي في منطقة 10300 ويعدين لزون الامان اللي كنا منتظرين اللي هي 10450 عدناها وغلاقنا فوقيها فكده نقدر نقول ان احنا قاع المؤشر دلوقتي عندنا 10300 10200 2080 الدعم الرئيسي عندنا 10400 احنا دلوقتي في انتظار مقاومة تانية الاولى بعد الفترة دي ممكن نشوفها بكرة ان شاء الله بنهاية جلسة دول اسبوع عمد 10850 بسببات فوقيها واختراقها خاصة بالأسو ملقى دي بالمؤشر الرئيسي ممكن نرتدي تاني على المنطقة 11000 ونستيدي نستكمل حركة سعرية ناشطة خلال الفترة اللي جاي هتتأتى لنا بايه ممكن يكون عندنا في اخبار ايجابية تجلنا بالسياسة النقدية السياسة المالية احنا لسه ما نعرفش لكن هو السوق استبقى دي الاخبار اللسه قائد الكتمان وبدأ يتحرك بنشاط برضو زي ما شوفنا عندنا مؤشر السبعين برضو كان على نشاط واضح انه هو لما المؤشر الرئيسي تحرك وبدأ يدخل فيه قوة شرائية من المؤسسات السنازين لستثمار شجعت الافراد انها تبتدي تحرك لأسهم بتاعتها فشوفنا ان المؤشر السبعين برضو بدأ ينتفد وبدأ يتخطى منطقة الدعم الرئاسية 1800 فوق منطقة 1873 ثبتنا فوق المنطقة دي نرجع نجرب تاني 1950 وبعدين 2000 نقطة ان شاء الله ونبتدي نتحرك في حرقة قوية الفترة اللي جاية لكن خلينا نقول ان احنا السوق المصري هو مش بمعزل ابدا عن الاسواق العالمية احنا لما تأثرنا تلبا تأثرنا بالاسواق العالمية بالرغم ان احنا عندنا حجات داخلية ومحتاجين فعلا ان يكون فيه قوة يعني دينا تحمي السوق زي ما شوفنا كده في المبادرات المركزي ومبادرات الحكومة خلال ازمة كورونا احنا شوفنا فيه مبادرة من المركزي في 2020 تحديدا في شهر مارس اندخلنا 3 مليار من البنك الاهلي وبنك مصر يتتوقع مزيد من يتل هذه المبادرات يعني تأثرا بالاحداث العالمية التي مازالت في تطور متلاحق بشكورك جزيلا وضحت فكرتك استاذ عسما تياسين خبيرة اسواق المال دعت لجنة الاستقرار والتنمية المالية التابعة لمجلس الدولة الصينية خلال اجتماعها دعت الاتخاذ تدابير تخدم ابقاء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين ضمن النطاق المناسب وتحافظ على التشغيل المستقر لسوق رأس المال واكدت اللجنة انه يجب اتخاذ اجراءات ملموسة لتعزيز الاقتصاد وان السياسة النقدية يجب ان تأخذ زمام المبادرة للتعامل مع الوضع المالي للبلاد بما يجب ان تحافظ القروض الجديدة على نمو مناسب انتهت اخبارنا وبقي التثير بالعناوين مجلس الوزراء يقر حافزا اضافيا 65 جنيها لكل ارداب على اسعار توريد القمح المحلية ويفوض التمويل لوضع آلية تسعير الخبز الحرة تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي وزارة الهجرة تتلقى اوراق الطلاب العائدين من اوكرانيا الراغبين في الدراسة بمصر العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تدخل يومها ال 21 والنيتو يقول ان تداعيات العملية على امن الحلفة ستكون طويلة الاجل ختام نشراتنا اتتكم من التلفزيون المصرية شكرا على طيب المتابعة ودمتم في امان الله اشتركوا في القناة